من قرية إلى أخرى يتنقل مرض الكوليرا بمديرية ملحان بالمحويد حالة وفاة حتى الآن تم تسجيلها في قرية بيت قعموس بالمديرية في حين بلغت عدد حالات الإصابة 12 حالة في هذه القرية التي تفتقل لأبسط الخدمات الطبية اضطر الأهالي لحمل مرضاهم على أكتافهم للوصول بهم إلى أقرب مركز طبي قاطعين مسافات طويلة في طرق وعرة تتكرر المعاناة في قرية قعموس بعد الانتشار المفاجئ للمرض الذي ضرب قرية الأصابع في نفس المحافظة الشهر الماضي وبصلت فيها الإصابات إلى 43 حالة على الأقل خلال أقل من أسبوع اشتياح خطر للكوليرا يضطر مواطن المحافظة لمواجهته وحيدين في ظل غياب أي جهد إغاثي للمنظمة الإنسانية أو الحكومية عدا خمسة أطنان من أدوية الكوليرا والأدوات الطبية المستعجلة كانت استلمتها قرية الأصابع مطلع الشهر بتمويل من وزارة صحة العامة والسكان بالعاصمة المؤقتة عدن بعد مناشدات السكان لإنقاذهم من تفشي الوباء وبحسب متطوعين الصحيين لقناة بلقيس فإن قرية قعموس لم تصلها أي مستلزمات طبية ومحالل دوائية منذ أواخر عام 2017 مناشدين بسرعة التدخل لإنقاذهم في القرى المعزولة أعالي الجبال لا خيارات أمام المواطنين والمرض يفتك بهم ولا حتى لديهم أمل بأن هناك من سيلتفت لمعاناتهم شكرا للمشاهدة